اهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين وأنا ألتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي في هذه الحلقة التي تليها ربما أكثر بس نتحدث عن مشكلة مستمرة في العراق منذ عام 2003 إلى حد الآن هي مشكلة الكهرباء والحقيقة كلما ارتفعت درجات الحرارة وصيف العراق كل الناس تعرف درجات الحرارة تتجاوز الـ 50 درجة والله يساعد العراقيين على هذا الحرب القاتل المهلك مع جو ملوث وجفاف عالي وواصف ترابية والكهرباء مقطوعة الكهرباء الآن تقطع يحدث الـ 15 ساعة في اليوم يعني لا تأتي إلا ربما جد يعني 9 ساعات أو أقل من 9 ساعات ربما تأتي للمواطن هذا المترفة المواطن والناس كلها في حيرة بداية اللابد من القول انه احنا لدينا نحو 41 محطة يعني بالعراقين تاج الكهرباء 26 من عندها غازية نؤكد على هذا الموضوع احنا عدنا 41 محطة 26 منها غازية يعني أي 70 بالمية من محطة الكهرباء في العراق تعمل بالغاز بالغاز الطبيعي طيب السؤال اللي يطرح نفسه هو احنا عدنا غاز يعني بمعنى انه احنا هذا الغاز اللي المصاحب لاستخراج النفط احنا دعنا ناخذه نستخرجه للغاز ونقدر نستفيد من عنده كل الناس تعرف لا طيب لماذا محطاتنا غازية هذه المحطات الغازية تم بناءها أو تطويرها بعد عام 2003 اذا من بناها من البداية يعرف انه احنا ما عدنا غاز اذا المحطات بنيت لكي نستورد الغاز نستورد الغاز من ايران هذا ما العراق يا ايران محاصرة غير محاصرة هي مواردة جيهة اموال كبيرة من العراق يجب ان تدفع لها لقاء هذا الغاز ولقاء الكهرباء فاحنا من البداية نستورد الكهرباء من ايران لانه محطاتنا ما تشتغل الا بالغاز والغاز يجينا من ايران واذا ايران قطعت الغاز خلاص كارباء ما عدنا خلال عشرين سنة ايضا علينا ان نتذكر ان كل الحكومات التي مرت من ضمنها حكومة السوداني كل هذه الحكومات الجدي في ظل الاحتلال والتي تدعي الوطنية تدعي جاءت من اجل مظلومية المواطن لديها طبعا لا احد يستطيع ان يقول انه موارد ما عدها الموارد هائلة ولم يحصل العراق على موارد مثل ما حصل عليها من الفين وثلاثة لحد دلان اكثر من تريليون ونصف تريليون دولار حصل عليها العراق يعني كموارد من النفط فقط من بيع النفط وكلها بددت بالفساد والخراب والمشاريع الوهمية والعراق من سيء الى اسوأ وشفتوه تشوفوه خراب ما بيغير مولات ومطاعم ويقول لك هاي ويفتتحون رصيف ويصوروها ومحطات الحكومة ومحطات الفضائية تنقلوا وكأنه انجاز كبير اذا ما بلطوا رصيف واذا ما خططوا شارع وكأنه هذا انجاز كبير للمواطن العراقي مع الاسف الشديد عموما خلال عشرين سنة لم تأتي حكومة واحدة تفكر كيف تستخرج الغاز مع انه مئات يعني خلينا نقول عشرات خلينا نقول مئات ويقول لك ربما هذا يبالغون عشرات الشركات الاجنبية عرضت على العراق انه تستخرج لها الغاز وتشتغل على هذا الموضوع وتطيها الغاز وتقدر العراق يصدر غاز ويستخدمه في محطاته لكن لم يقبلوا لماذا لانه ايران هي المستفيدة اذا نحن نصير اقتصادنا نصير كل اوضاعنا من اجل خدمة ايران وليس من خدمة خدمة العراق هذه هذه الحكومات التي جاءت للعراق من عام 2003 لحد الان جاءت لخدمة ايران وليس لخدمة العراقيين ابدا ولا احد يقول غير هذا وكذب من يدعي انه جاء من اجل العراقيين لانه هي عراقيين 13 مليون تحت خط الفقر يأكلون من المزابل البطالة 15 مليون العاطلين عن العمل والمصيبة والامراض والمستشفيات وكل السوء في العراق والعراق من اسوء البلدان وفساد وخراب لكن ايران تزدهر وتبني قوتها وتبني صناعتها وتبني ما عرف منه ومدنها تنبني وشوارحها تتعمر ولكن وهذا كل من اقتصاد العراق ويقولون هي محاصرة عموما اذا مشكلة العراق هي مشكلة هي ايران اساسا هي من تأمر ذيولها اللا يبنوا محطة توليد كهرباء حرارية وغيرها لا تعتمد على الغاز وتولد الطاقة للعراق تولد الكهرباء وحتى العراق يضل يشتري الغاز والكهرباء من ايران طبعا بضعف السعر واحد من اعضاء الاطار التنسيقي هذا اليد يحكم العراق مع الاسف الشديد ويدعون انهم يمثلون المواطن ومثلون الوطنية العراقية ومثلون العراقيين يقول بالنص طبعا اسمه موجود لكن يعني واحد يطرفه حتى عن ذكر اسمه والناس تقدر تلقى اسمه بالنص بس نقول لهم مش قال والعالم يقلون يقوم هذا الواحد يقول ليش قضية الكهرباء هاي شنو القضية هاي سبب في هذه القضية يقول بالنص هذا الواحد من اعضاء الاطار التنسيقي هذا الذي يحكم العراق اللي شكل حكومة السوداني اللي الميليشيات تحميه اللي هذه المصيبة الكبيرة يقول بالنص الانقطاع المستمر للكهرباء هو بسبب جناب المواطن الكسيف لا حول ولا قوت الله بالله العراق المواطن هذا العراقي الشريف هذا الانسان الصامد الصابر المحتسب متحمل كل الضيم متحمل كل كل هذه النقاسة التي انتم بيها كل هذا فسادكم كل هذا خرابكم كل هذا الدمار متحمله وهذا جناب المواطن الكسيف يصفه بجناب المواطن الكسيف يابا ليش هذا جناب المواطن الكسيف يقول لان هذا المواطن يقوم بتشغيل خمس مكيفات الله هو اكبر والسخان وقلوبات الزايدة اقبل بالنص هكذا يقول اذا افترضنا ان كل مواطن عراقي والمواطنين ذول الفقرة اللي ملاقي خبز يومه عنده مكيفات خمسة ماشي ذول اللي قاعدين بالعشوائيات واللي ما عنده بيت وقاعد بالخرابة ولي ما عرف شنو كوخ وبيض طيني ومدرسة ما عنده ومصيبة هذا عنده خمس مكيفات نعم يشغلها خلنفترض مشغل الخمس مكيفات طيب درجة الحرارة ستين درجة شي سوي بالسخان شي سخهم بالسخان شغله ليش يشغل بالسخان يعني عقلك شي يقول لك من تحكي على المواطن وهذا المواطن الكسيف جناب المواطن الكسيف يعني انت مو كسيف ولا حكومتك كسيفة ولا هذا يطارك كسيف ولا انتوا اللي جتوا ويا الامريكان وجتوا الاحتلال وسميتوا تحرير واحدكم كسيف وهو وحزبه وكل تفكيره بس المواطن كسيف هذا المواطن البسيط من البصرة والعمارة والناصرية والكوت وكل مكان هذا اللي قلتوا له انت شيعي واحنا انتوا الحاضنة مالتنا واحنا جئنا من اجل مظلوم يدكم هذا المواطن كسيف هذا المواطن كسيف اللي يتحملكم وتحمل ضيمكم وتحمل الفقر والاذى والسوء الآن تتهمون انه مواطن كسيف لانه يشغل خمس مكيفات والسخان وقلوبات زايدة مع الاسف يشديد رئيس الوزراء الحالي محمد شاع السوداني يقول ان حكومتنا شخصت منذ استلام هالمسئولية الاسباب الحقيقية لعزمة الكهرباء الله اكبر وكأنه مو عشرين سنة والاسباب هي مخفية فتشيله غارت مات وعملت على وضع الحلول بثلاثة مستويات الحلول الآنية والمتوسطة والبعيدة الله اكبر هذا الحديث للتذكير طبعا بعد عشرين سنة من الاحتلال ومن حكم العملية السياسية يحكينا يقول انه الآن اكتشفنا وشخصنا وخلينا حلول آنية ومتوسطة المدى وبعيدة المدى الله اكبر والناس 15-16 ساعة تنقطع الكهرباء بعدهم والصيف درجة الحرارة جاوزت يمكن وصلت للستين يقول انه العقوبات الامريكية يقول العقوبات الامريكية وعدم التزام بآلية دفع مستحقات الغاز المتفق عليها عام 2018 تسببتها بخفض بخفض التجهيز من الغاز الايراني لا اكثر من النصف ما منعكس سلبا على منظومة الانتاج الوطني هي هاي القضية لانه انت يعني لانه مطيت فلوس القضية انه انتم بنيتوا محطات تقدرون تشغلوها انتم بنيتوا محطات حتى تشغلون فلوس لايران حتى تشغلون الاقتصاد الايراني هذه هي المشكلة مون مشكلة انه ايران مدفعت لها فلوس ما ايران دوما انتم تقولون سددنا فلوسه وزير الطاقة الايراني طلع قبل فترة قاله العراق سدد كل فلوس كل الفلوس اللي بذمته ذاك اليوم اطلقت الهم امريكا مليارين وعد ريش قيد مليارين ونص وقت هذه الحلقة قد انتهى اعزائي المشاهدين التقيكم في حلقة اخرى لنكمل حديث عن مشكلة الغاز الى ذلك الحين استودعكم الله و السلام عليكم اشتركوا في القناة